موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في نشرة الاخبار الرئيسة من قناة السعودية نبدأها بالعنوين خادم الحرمين الشريفين يتلقى تصالا من ملك البحرين هناءه فيه بقرب حلول شهر رمضان المبارك خادم الحرمين الشريفين وافقوا على اقامة صلاة الترويح في الحرمين وتخفيفها الى خمس تسليمات المحكمة العليا تعقد جلستها يوم غد الاثنين بعد عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك موسيقى وبعد ارتفاع الاصابات مؤخرا الصحة تحذر من التجمعات وتشدد على الالتزام بتدابير الوقائية حتى بعد اخذ اللقاح بسم الله الرحمن الرحيم تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمار بن عبد العزيزة الاسعود حفظه الله اتصالا هاتفيا اليوم من اخيه جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين هناءه خلاله بقرب حلول شهر رمضان المبارك وقد اعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالته على التهنئة سائلا للمولى سبحانه وتعالى يعيد هذا الشهر المبارك على الامة الاسلامية بالمزيد من التقدم والازدهار صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمار بن عبد العزيزة الاسعود حفظه الله على اقامة صلاة الترويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها الى خمس تسليمات مع استمرار الاجراءات التنظيمية والاحترازية التي اعدتها رئاسة شؤون الحرمين والجهات المعنية في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك هذا واعلن ذلك معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي شيخ الدكتور عبد الرحمن السديس مؤكدا حرص القيادة الرشيدة رعاها الله على استمرار اقامة الشعائر في الحرمين الشريفين وتسخير جميع السبل لتمكير ضيوف الرحمن من اداء النسك والعبادات في بيئة صحية آمنة ومستوفية لجميع المعايير الصحية العالمية واوضح ان الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهزت امكاناتها البشرية والآلية لخدمة المعتمرين والمصلين خلال موسم رمضان بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في خدمة ضيوف الرحمن صدر عن المحكمة العليا اليوم التصريح التالي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فبناء على ما اعلنته المحكمة العليا بشأن ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442 للهجرة فقد عقدت المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الاحد التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب تقويم ام القرى ولم يرد اليها ما يثبت رؤية الهلال هذه الليلة وللأسباب التي اشرت اليها المحكمة في اعلانها ستعقد ان شاء الله تعالى جلسة مساء يوم غد الاثنين وتصدر قرارا بهذا الشأن وسيتم اعلانه حسب المتبع صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي بيان من الديوان الملكي انتقل الى رحمة الله تعالى صاحب السمو الامير بندر بن فيصل بن سعود بن عبد الرحمن آل سعود وسيصلى عليه ان شاء الله يوم غد الاثنين الموافق للثلاثين من شهر شعبان من عام 1442 للهجرة تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه واسكنه فسيح جناته انا لله وانا اليه راجعون استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء على السادة عادل الجبير سفيرة جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة شنوي تشينغ واجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بالاضافة الى المسجدات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك اعلنت وزارة الشؤون الاسلامية بان اللجنة المعنية بدراسة موضوع الاجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد بالمملكة قد اوصت بان تجمع او تجمع صلاة التراويح والقيام وان لا تتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء في جميع الجوامع والمسجد بالمملكة وذلك لتقليل مدة تواجد المصلين مما يساهم في الحد من فرص التفشيات نظرا للمخاطر التي قد تنشأ خلال شهر رمضان المبارك اثناء وقت الصلوات والترويح وما يتطلبه الوضع الوبائي حاليا من اتخاذ اجراءات الاحترازية مشددة في الجوامع والمساجد لتفادي ارتفاع معدلات الاصابة بالفيروس اكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي باننا ما نزال نرصد ارتفاعا في تسجيل الحالات المؤكدة بفيروس كورونا مبينا بان هذا الامر يؤكد على وجود عدد من الممارسات الخاطئة التي تسهم في انتقال العدوى بين افراد المجتمع المؤشرات الوبائية لا نزال نرصد ارتفاعات في تسجيل الحالات المؤكدة الجديدة وهذا يدلل على وجود العديد من الممارسات التي تسهم للأسف في انتقال العدوى بين افراد المجتمع الحالات الحارجة تواكب ذلك ويدخل في العنايات الحارجة وبسبب الحالات الحارجة والحالات الصعبة العديد من الافراد المجتمع الى العناية المركزة هذا يدلل على وجود انتشار كما اشرنا في المنحنة السابق لذلك نسأل الله لهم جميعا عاجل الشفاء وتمام العافية كما بين المتحدث الرسمي لزارة الصحة بانه تم رصد خلال الاسابيع الماضية ارتفاعا في ارقام تجمعات والحرية في التنقل بنسب كبيرة وصادمة نراقب الحركة الموجودة والتغيرات الموجودة في التنقل وتحرك افراد المجتمع من ما يتم نشرة هذا المنشور امامنا والمنحنة المنشور امامنا يبين باننا كنا في العام الماضي في فبراير 2020 قبل بدء تسجيل الجائحة والحالات الموجودة في المملكة العربية السعودية كان لدينا تحرك بمستوى معين ثم بعد ذلك كانت هناك اجراءات احترازية اضافية ومشددة من ضمنها منع التجول واجراءات اخرى ويقاف بعض الانشطة نلاحظ بان امامنا المنحنيات التي تتعلق بوجود الافراد المجتمع في مساكنهم كانت ترتفع في المقابل كان هناك نزول لحركة المجتمع في اماكن متعددة ماذا نرصد حاليا الاسابع الاخيرة اين وصلت الارقام هي اخر ما نشاهده هنا للأسف الارقام بنسب مئوية ترتفع بشكل ملحوظ جدا كما اوضح الدكتور العبد العالي بان التوسع في اعطاء الجرعة الاولى وارجاء مواعيد الجرعة الثانية يهدف الى تغطية اكبر قدر ممكن من افراد المجتمع الاسباب الرئيسية اولا ان هناك تحديات عالمية ومحدودية عالمية يعاني منها العالم كله في قضية توردات اللقاحات الامر الاخر نحن في سباق مع الزمن في اعطاء اكبر قدر ممكن من افراد المجتمع على الاقل جرعة واحدة بالذات من لهم اولوية ومخاطر اعلى في المجتمع للوصول الى تحقيق مناعة لديهم باخذ هذه الجرعات فبالتالي الوصول بالمجتمع الى الامان الصحي الحفاظ على الصحة العامة في المجتمع وحمايتها هي ايضا من الاهداف الرئيسية ولذلك تم اجراء هذا التوسع في اعطاء الجرعات الاولى وللحديث اكثر ينضم الينا الدكتور محمود عبد الرحمن استاذ الطب الوقائي ورئيس مجلس دارة جمعية وعي لصحة المجتمع مرحبا بك معنا دكتور في هذه النشرة بداية هذا الارتفاع في المنحنة والذي كما اشار له المتحدث بانه بسبب التجمعات التي فاقت التجمعات مقابل الكورونا لو لم يتم الالتزام ما هو القادم حقيقة الله استاذ علي والمشاهدين والمستمعين جزاكم الله خير اولا دعني اشيد بدعم الدولة حفظها الله الخروج من الجائحة وجهود وزارة الصحة والقطاعات المانية للسيطرة على الجائحة ولحظنا كيف شدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بضرورة التزام بالاجراءات الاحترازية حتى لا تتجه الامور نحو اجراءات سد صرامة طبعا من خلال المشاهدات في عدة عوامل تلعب دورها في تزايد الحالات اولها خلينا نرجع لأول ايام الجائحة كان لدينا تمسك بالمعايير الذهبية للوقاية كان غسل اليدين وتعقيمها بطريقة سليمة مع كل شبهة تلامس لأسطح ناقلة الحفاظ على المسافة المناسبة للتباعد لبس الكمان بالطريقة الصحيحة هذه سموها ما يسمى المعايير الذهبية دائما في الوقاية وهي تحتل الصدارة الاولى ايضا الان ساهمت حرارة جو لو استقرأنا الحالات والاماكن اللي فيها حالات اكثر الكتافة السكانية حرارة الجو ساهمت في البقاء لمدة اطول في الاماكن المغلقة مع موسمة كمان التسوق لرمضان والعيد عامل اخر هو اخ بعض الفئات للوقاح حصل معه بعض التهون في الالتزام بالاجراءات الوقائية فاما اصبحوا ناقلين للغير من غير قصد او لم تكن بعد اكتملت مدة لازمة للمناعة فتعرضهم للعدوى مدة الجائحة نفسها والوقت طبعا العامل النفسي يلعب دوره في عدم الالتزام بالاجراءات وهنا يبرز دور الجهات المعنية بتعزيز العامل النفسي للالتزام للعب دور في هذا الجانب وخاصة ان الاعمار لدينا من الشباب وقد جوحي لهم الامر انهم في منع الخطر يعني محتاجين تعزيز مفهوم الوقاية من خلال عدة عوامل تتطارق في السلوكات الاجتماعية تعرف ان مجتمعنا مجتمع اجتماعي وحسي وعنده الخجل من رفض الممارسات الخاطئة كالسلام والتقارب وعدم لبس الكمامة ويمكن نلاحظ حاليا انه في تهاون نعم في هذه الممارسات جدا مهم ان احنا نرجع بسلوك نعتبره سلوك خيار لا سلوك اجبار نعرف انها فترة وتمر لابد ان نلتزم فيها نعرف ان جهود الدولة يجب ان يواكبها يعني التزام فردي وشخصي ومجتمعي من الافراد نحتاج هذه الامور كلها ان تكون تصل بنا لسلوك الصحي الامن مع زيادة عدد اخذ اللقاحات حتى ان نغطي مساحة من المجتمع تضمن لنا المناعة المجتمعية نعم دكتور محمود يعني الان كما ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة ان هناك توسع في اعطاء الجرعة الاولى في ظل هذه الارتفاعات التي نشهد هذه الايام ما هي فوائد هذا التوسع خصوصا الجرعة الاولى وما زال امامهم الجرعة الثانية لكي يصل الى مستوى مناعة يعني مقبولة نعم الجرعة الاولى تعتبر يعني الخطوة الاولى لحصول مناعة بنسبة جيدة لدى الافراد بحيث انه تقل نسبة تعرضهم للعدوى او النقل بين المجتمع ويصير فيه تباعد في نقل العدوى بين الافراد كلما كثر عدد الاخذ اللقاحات كلما قلت احتمالية العدوى بين المجتمع وبالتالي الجرعة الاولى بتوصله لحد معين يفوق الخمسين في المئة بإذن الله مع مرور الاسبوعين الاولى من بعد الجرعة الاولى وتتعزز معه المناعة حتى يصل لمرحلة الوصول للجرعة الثانية بإذن الله حسب المعايير العلمية لاخذ الجرعات والتي تصل إلى ما فوق التسعين في المئة بإذن الله بعد اكتمال الجرعتين والمدة لكن الجرعة الاولى في حد ذاتها ضرورة ومطلوبة الآن من الجميع نسارع بها لأنها تقلل مساحة التعرض بين المجتمع وتعزز من مناعة الفرد بنسبة أعلى من لو كان غير آخذ للجرعة اللقاح نعم الدكتور محمود في عجالة الآن تم إرجاء إعطاء الجرعة الثانية هل سيكون له تأثير على فعالية اللقاح أم لا الاستعداد الجسم والدراسات التي تعاملت مع الجرعة الاولى دائما يوقبها قرارات تساعد وتعزز من مفعول يعني مفعول اللقاح نفسه فمع الدراسات اللي حاصلة بتحسب الجهات المعنية مركز القيادة والتحكم فوزر الصحة والجهات المعنية مع الجهات العلمية أنه لن يكون هناك أي أثر سلبي بل يكون أثر إيجابي بتوزيع لأكبر شريحة من المجتمع في الجرعة الاولى أضافة لبعض الدراسات أشارت أن الجرعة الاولى بتفيد بنسبة عالية أيضا نعم إذن الدكتور محمود عبد الرحمن السادة الطب الوقائي ورئيس مجلس دارة جمعية وعي لصحة المجتمع شكرا جزيلا لك أوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لسؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر أن دخول الحرامين يتطلب التحصين بإحدى الفئات الثلاث فيما يستلزم وداء العمرة والصلاة وزيارة الروضة الشريفة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم إصدار تصريح من تطبيقي توكلنا واعتمرنا أول نقطة ينبغي أن نؤكد عليها هي أن شرط التحصين هو أول شرط يتغفر يجب توفره في كل طالب لتصريح سواء للصلاة أو للعمرة الصلاة في المسجد الحرام أداء العمرة زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما والصلاة في الروضة للرجال والنساء تتطلب إصدار تصريح عبر تطبيق اعتمرنا أو تطبيق توكننا الصلاة في المسجد النبوي تتطلب إبراز التطبيق تطبيق توكننا عند الدخول إلى المسجد النبوي هذه بالفئات فئات التحصين التي أعلنت عنها وزارة الداخلية حسب الفئات الثلاث أن يكون متحصنا قد حصل على جرعتي اللقاح أو أن يكون حاصنا على الجرعة الأولى ومضى على تلقيه للجرعة 14 يوما أو أن يكون متعافيا من الإصابة سجلت وزارة الصحة 799 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 548 حالة تعافي جديدة حيث وصلت منطقة الرياض تسجيل أكبر عدد من الإصابات من بين مناطق المملكة وذلك بعد تسجيلها لـ 362 إصابة فيما سجلت منطقة مكة المكرمة ثاني أعلى إصابات بـ 147 حالة كما سجلت المنطقة الشرقية ثالثة أعلى رقم للإصابات بلغ مئة أو مئة وثمان وثلاثين إصابة هذا وأعلنت وزارة الداخلية اليوم عن تسجيل 30 ألفا وأربع وخمسين مخالفة للإجراءات الاحترازية وتدابير الوقائية من فيروس كورونا وذلك خلال فترة الأسبوع الماضي وتصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة تسجيل للمخالفات بعد تسجيل أكثر من 11 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع فيما جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بعد تسجيل أكثر من 5800 مخالفة كما سجلت المنطقة الشرقية ثالثة أعلى عدد من المخالفات بلغ أكثر من 4100 مخالفة تجاوز عدد اللقاحات المعطى لفيروس كورونا في المملكة 6 ملايين و 200 ألف جرعة عبر أكثر من 500 مركز للقاح في مناطق المملكة كافة ودعت وزارة الصحة الجميع للمبادرة في التسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق صحة مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس هذا وما تزال مراكز اللقاحات مستمرة في استقبال المستفيدين من اللقاحات من المواطنين والمقيمين ولتفاصيل أوسع ينضم إلينا مرسلنا من جدة زميل عبدالله بن شهران مرحبا بك معنا عبدالله في هذه النشرة صف لنا كيف هو إقبال المستفيدين على مراكز اللقاحات لديكم في جدة نعم أحمد ورحب فيك ورحب السادة المشاهدين سعد مساكم جميعا ترى مثل ما ذكرتنا الآن متواجد في مركز اللقاحات في المطار الذي يعتبر من أهم المراكز في محافظة جدة أيضا لم يقتصر هذا المركز فقط بل أيضا يوجد في محافظة جدة 27 مركز اللقاحات لاستقبال المستفيدين من المواطنين والمقيمين إضافة على ذلك يستقبل ويستفيد من هذا المركز يوميا أكثر من 7000 شخص من الواطنين والمقيمين إضافة على ذلك هناك تنظيم كبير من الكوادر الصحية أيضا المتطوعين والمتطوعات ولعل الزميل طارق بنوي يرصد لكم الحركة في هذا الموقع الذي يتواجد فيه وهو مركز اللقاحات في المطار هناك بعض المسارات التي تحدد من قبل وزارة الصحة من هذا المركز وهو نقاطة فرز النقاطة الأولى هو التأكد من وجود الموعد إضافة على ذلك أيضا تطبيق توكلنا وهناك أيضا مثل ما تشاهدون ومتشاهد أحمد صالة الانتظار الأولى في حين بعد ما تفضى الصالة الداخلية يتوجهون إلى غرفاء الحقن إضافة على ذلك أحمد الأستاذ المشاهدين يوجد في هذا المركز أكثر من ثمانين عيادة لأخذ التطعيمات أيضا هناك مراكز متواجدة في محافظة جدة مستمرة على طوال اليوم 24 ساعة وبعض المراكز تستمر إلى 12 ساعة أيضا في هذا المركز فترة العمل تبدأ من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة 11 ليلا أيضا نشيد بالدور الكبير التي تعمل به مزارة الصحة من التنظيم أيضا من الإجراءات الاحترازية والوقائية في هذا المركز أيضا استحدث قبل أسابيع مركز جديد في إحدى المولاة أو المجمعات التجارية في محافظة جدة وذلك في جنوب جدة ليكون التوسع شامل في جميع المجمعات التجارية وأيضا لتكون خادمة للأحياء الجنوبية بمحافظة جدة نعم إذن مراسل الأخبار الزميل عبدالله بن شهران من مركز اللقاحات بمطار جدة شكرا جزيلا لك أعلنت وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا إتاحة إمكانية إصدار تصاريح العمرة فقط دون تصاريح الصلاة في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك عن طريق الفنادق المحيطة في ساحات المسجد الحرام من خلال تطبيقية اعتمرنا وتوكلنا طبقا للاشتراطات التنظيمية والبرتوكولات الصحية المعتمدة وأوضحت الوزارة أن ذلك إضافة إلى ما سبق إعلانهم في شأن ضوابط وأليات إصدار تصاريح العمرة والصلاة في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك للراغبين في ذلك ممن تطبق عليهم الاشتراطات الصحية النشر مستمرة وفيها بعد الفاصل تحالف دعم الشرعية في اليمن يدمر صاروخا فاليستيا وطائرة بدون طيار مفخخة أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه جزان أهلا بكم من جديد دمر تحالف دعم الشرعية في اليمن صاروخا فاليستيا وطائرة بدون طيار مفخخة أطلقتهما الميليشيا باتجاه جزان وأكد التحالف أن تلك المحاولات ممنهجة ومتعمدة لسداف المدنيين والأعيان المدنية مؤكدا صد وإحباط تلك الأعمال هذا وشدد التحالف على اتخاذه للإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وكانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن قد دمر طائرة مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة وأكد التحالف اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني مشيرا إلى أن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة للسداف المدنيين والأعيان المدنية وميدانيا لقي 15 من عناصر ميليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش الوطني في الأطراف الجنوبية لمحافظة مأرب مقتلهم وكان قائد عسكري قد أكد أن قوات الجيش استدفت مجموعة من عناصر الميليشيا كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع في جبهة جبل مراد وفي السياق ذاته سدفت مقاتلات التحالف دعم الشرعية تجمعا للتعزيزات الميليشيا في المنطقة السوادية كانت في طريقها إلى جبهة جبل مراد ما أدى إلى تدمير دبابتين بالإضافة إلى خسائر بشرية في صفوف الميليشيا ويأتي ذلك فيما أقدمت ميليشيا الحوثي الإنقلابية على جريمة جديدة حيث أحرقت مخيمة لنزحين في قرية الحلة الواقع شمال غربي حيس بالحديدة غربي اليمن وزع مركز الملك سلمان لغاثة الأعمال الإنسانية آلاف السلال الغذائية على المحتاجين في الولايات السودانية ويشمل توزيع المتضررين من السيول والأمطار بجانب الأسر المتعففة ضمن أعماله الإنسانية حول العالم دشن مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الرمضانية على الأسر المتعففة في السودان بالتنسيق مع مفوضية العون الإنسانية السودانية ومنظمة الاغتنام الشريك الوطني للمركز النشاط الأول سلال رمضانية للصائمين 13 170 سلة وسلال غذائية للمضررين من الفيضانات السابقة 60 1200 سلة غذائية ومواد غير غذائية 3200 حقيبة غير غذائية عرض المستفيدين الكل من هذا المشروع بكل تفاصيله بلغ 380 ألف مستفيد على مستوى عدة ولايات سودانية مركز الملك سلمان قدم منحة لحكومة السودان قبل يومين لمساعدتها في رفع قدرات العاملين في المجال الإنساني ليأتي اليوم ويقدم مساعدات قذائية ومعدات إيواء لأسر بالعاصمة وولايات إقليم دارفور بجانب الولايات المتأثرة بالسيول والفيضانات ما نراه الآن ليس غريب على المركز الذي أصبح من مراكز الدعم الإنساني العالمية يعني إذا حسبت المراكز العالمية حسب مركز الملك سلمان في مقدمتها فبالأمس تحديداً كنا في وزارة التنمية الاجتماعية ندشن مع المفوض للعون الإنساني برنامج كبير وطموح هو بناء القدرات العون الإنساني ليستطيع العاملين في المفوضية العون الإنساني أن تقوم بأعمالها في جميع أنحاء السودان وفق آلية حديثة تحقق الهدف من أعمال المفوضين سأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه المساعدات وأن يديم العلاقات المستمرة والممتدة بين البلدين والشعبين السلال الرمضانية أتت في وقت تعاني فيه البلاد من ضايقة اقتصادية ومن المؤكد أنها ستخفف الأعباء عن الكثير من الأسر وتساعدها في تلبية احتياجات الإفطار في رمضان لأيام خاصة وأنها احتوت على التمور والسكر بجانب الدقيق والعدس تعادته وفي كل المناسبات كان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حاضرا بأياده البيضاء أياد توزعت على الأسر المتعففة والمتضررين من السيول والأمطار في السودان لوعي عبد الرحمن الخرطوم وفي أخبار التقصي وتوقعاته توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى سماء غائمة جزئيا والفرصة لا تزال مهيئة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم ونجران وكذلك على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوب برياح النشطة على المناطق الشمالية والغربية للمملكة ويمتد إلى الأجزاء الشمالية من وسط وشرق المملكة نشرتنا انتهت وهذا تذكير بأبرز عنوينها خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين هنأه فيه بقرب حلول شهر رمضان المبارك خادم الحرمين الشريفين وافقوا على إقامة صلاة التراويح في الحرمين وتخفيفها إلى خمس تسليمات المحكمة العليا تعقد جلستها يوم غد الاثنين بعد عدم تبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك وبعد ارتفاع الإصابات مؤخرا الصحة تحذر من التجمعات وتشدد على الالتزام بتدابير الوقائية حتى بعد أخذ اللقاء بقي أن أذكركم بمواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون الوقاية أمان والقرار بأيدينا دمت برعاية الله وإلى اللقاء